في فيديو مؤلم جداً يعرض على وسائل التواصل الإجتماعي تبرز قصة الجريح رجاء ربيع أبو عويدة كواحدة من أشدد قصص الحرب إلى من رجاء أحد النجينة من مجزرة أهل أبو شحمة في خان يونس تحولت حياته إلى مأساة كبيرة فقد أو فقد كلتا قدميه ترك الحروق البالغة ببصماته على جسده كما فقد عينايه اليمنى لكن الألم الأكبر كان في فقدان أربعة من أبنائه ومن بينهم ابنته الحامل الفيديو لا يروي فقط مأساة فردية بل يعكس أيضاً الوجه القاصي للحرب على العائلات الفلسطينية في غزة كل مشهد فيه يحمل دموعاً وألاماً لا يمكن للعين أن تتجاهلها كيف يمكن للإنسان أن يعيش وقد فقد كل شيء كيف يستيقظ صباحاً وهو يعلم أن عائلته لم تعد بجانبه فلنشاهد هذا المقطع أنا اسمي رجاء ربيع توفيق عويضة أبو لؤي من خنون السمعين المنطقة الشرقية أنا بنادة أنا الصوابت في بيتي واستشهد لي أربع أبناء اللي هو لؤي ابن البكر والشيماء رجاء عويضة وأسمى رجاء عويضة ومحمد رجاء عويضة وبهاء وربيع محمد عويضة عويضة ابن أخويا وجوزتي مصطوبة إلى الحين حرقة ما يقارب 15 يوم في المستشفى وابني وأنا رجلي مبترات التنتين معيني رايحة لشمال اليمين مع إيدي محروقات مع ظهري بده شغل ورقع أنا هيني نايم الأسبوع على هذا الحال والحمد لله وأنا أولادي وابن أمرتي وابني ربيع أدوهم في المستشفى فوق الخمسة عشر يوم اللي هم الصوبيل وقاعدين بتعالجوا وأنا هيني بتعالج زي ما أنتوا شايفيني الحمد لله ولكن أنا مش مرتاح هنا مش مرتاح مش قادر لأني تعبان والله يتعبان الحمد لله زي ما أنتوا شايفين وأنا بطالب القلوب الرحيمة إنها ترحمنا برحمتهم يا رب وتبعتنا بولادي الحلال اللي يسافرون براء بارك الله فيكم يا أخوة بارك الله فيكم يا أخوة بعاني من ظهري بعاني من وجع رجليا بعاني من نقص في عيني عيني راحة بعاني من ظهري بعاني من كل شيء يشهد علي الله وبطالب القلوب الرحيمة إنها يا رب توقف لأولادي الحلال وتسفرني اليوم قبل بكرة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم وأنا فقدت أربع من أولادي قصما بالله فقدت أربع من أولادي وبديش أفقد أنا حالي أو أفقد كمان مرتي أو ابني بديش أفقدهم إذا كان ربنا رايد لا حوله ولا مش رايد أنا بقولكم طلعوني بر أمانة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة